علاقتك بباباك عاملة إزاي؟ أنا دايماً أشوف الأب موجود في أفلامك بشكل كبير فدايماً أحس كده أنه في حاجة فالعلاقة إيه؟ أبويا فعلاً كان أطيب إنسان في العالم وكان شخص كأنه طفل بتاعنا مش أبونا من كتر ما هو كان طيب الله يرحمه بس أنا الأب لقيت نفسي أنا بالصدفة بعد ما أتفرج على أفلام أفلام اللي عاملها لقيت أن الأب يا أم مش موجود يا أم تأثيره سلبي يا أم يا أم فقلت ليه أنا الموضوع دا بيتكرر في أفلامي مع أن أبويا كان علاقتي بي كويسة جداً وكان طيب جداً عشان كده بسألك السؤال بالضبط وأعتقد قريب بدأت أدرك أن الأب في أفلامي أعتقد مش بيرمز بس لأبويا للأب الحقيقي هو بيرمز لكل فكر أو كل كيان كان بالنسبة لك بيحميك أو بيعلمك أو رمز سند سكرة السند بالضبط فهو أنا حاسس كإنسان عمتاً أن أنا بقت الأبائي جوا دماغي مش أبائي اللي هو أبويا الحقيقي أبويا الحقيقي اللي أطبعاً بحبه بس الرموز اللي ممكن أمنت بيها وخزلتني الناس اللي أثرت فيها واكتشفت أن أنا تخطيت تأثيرهم علي فالأب هنا هو أب فكري أكتر ما هو أبويا الحقيقي طيب يعني يعني لمؤخذة ركز قوي على غياب الأب صح أنت دايماً بتحس زي لو أنا هاخد من الكلام منك هي فكرة أنه السند مهم قوي طبعاً وبزيط الشخصية العربية مبنية على السند أو هي بتتربى بشكل أن هي محتاجة لحد ده عشان كده لما بنكبر وبنطلع بره السجن ده وتلاقي نفسك قادر تعمل حاجات كتير تقول ألا طبعاً أنا قادر لوحدي صح يعني صحيحنا إحنا مخزوننا بنعشق السند صح ده شيء طبيعي والله حتى الحد النهاردة ما بحسش أن أنا قادر لوحدي بحس أن أنا عايزة تسند على حتى لو فكرة حتى لو إيمان معين محركك بس طول الوقت أنت محتاجة حاجة تتسند عليها يمكن أنا و أنا طفل هي فكرة أن أبويا في الخليج بيشتغل وإحنا هنا في القاهرة الفترة دي حسيت بوحدة ضخمة بفتكرها لحد النهاردة يمكن عندي من و أنا عندي 10 إلى 12 إلى 13 سنة فكرها فكرة أن أنا مستاني بابا ييجي في السفر عشان أشوفه كام يوم وبعد كده يسافر تاني ففكرة دي الفترة دي كانت مأثرة في حياتي أن بابا مش موجود وعشان كده طول الوقت حتى و أنا بكتب حاجة عايزة تعاطف مع شخصيتها بخليه وحيد أو ما عندوش أب أو يتيم لإني بحس قد إيه فكرة العدم موجود للقاب دي مؤثرة طبعا وأنا فاكر جدا وبالذات في السنوات معينة صح يعني عارف أنا عندي تجربة طبعا يعني رحيل ممدوح عبدالعليم وبنتي صغيرة بس هي عاشت معايا لحد 17 سنة أنا كنت دايما أجاوب على الكلام اللي أنت بتقوله بقولها أنت أخدتي فترة هايلة وسابك آه أنت 17 سنة بسابك فيك مخزون ممكن ما يتعودش بالعمر كله صح يعني دي كانت الإجابة اللي عندي عايزة أقول لحضرتك يمكن ده برا موضوعنا شوية بس هي حاجة فكرة أصرت فيها جدا بعد وفاة والدي أنا والدي توفى من كم سنة كان عندي يمكن 35 أو 36 سنة فدخلت في سؤال فلسافي بيني وبالنفسي وفاكر كان ليا صديق مقرب والده توفى وهو في سن 17 وفاكر قد دي وقتها كنا متضايقين له قوي يعيني بابا توفى في سن ده وعين لما والدي توفى حسيت هو أنهي الأصعب أن أنت تفقده هنا ولا هنا لأنه أنا لما فقدت وأنا عندي 35 سنة كنت فقدت مش بس أب أنا فقدت أب وطفل لأنه تحول لإبني أنا بأخذ بالي منه أو سأل أنا عليه أصل وصلت رح لمرحلة تانية وصلت محالة أن أنا بخبي منه السجير وبقوله ما تاكلش ده وبتاعت والآن عليه طول الوقت فبقى تحول لطفل مش أب وساعة أتحق علي عشان أهديه فحسيت أنه هل الخسارة بعد 35 أصعب ولا الخسارة بعد 17 أصعب بس أعتقد أنها صعبة في كل الأعمار بأشكال مختلفة أكيد الأب مهمة وسألت تجيب